السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه حلقة نتحدث عن العملات الريادية خصوصا مع اقتراب حدة كأس العالم الذي ينظم كل أربع سنوات ضروري ستظهر الإيجابية هناك الكثير من العملات الريادية هذه كلها عملات تابعة لفرق لنوادي لبعض المنتخبات كذلك لدينا بعض العملات التي لديها مثلا NFT لديها شركات مع بعض اللاعبين سنحاول أن نختار لكم أفضل ممكن أربع أو خمس عملات ريادية ممكن أن تظهر الإيجابية وما أفضل عملة ريادية ممكن أن تسعد بشكل كبير كل هذا سنحاول الإجابة عليه خلال هذه الحلقة كذلك لدينا حديث على نسبة هيمنة البيتكون التي منذ فترة طويلة لم نتحدث عليها والآن تقريبا في 39% فاصلة تقريبا 68% سنتحدث على اتجاه السوق لدينا بعض الأمور المهمة التي سنناقشها أولا نحن لا نتواصل مع أي شخص على الواتساب لا نطلب منكم التواصل معنا في التعليقات مثلا نقول لكم لدينا طريقة سحرية لاستجمار فهناك الكثير من النصابين دائما نقوم بحضرهم من القناة ويقومون بإنشاء قنوات أخرى لذلك خودوا الحيطة والحضر ولا تبخلوا علينا بلايكاتكم وتعليقكم لأنها تحفزنا كثيرا أول شيء لو نأخذ إطلالة على العملاثة الرياضية سنجد الكثير تبقى أكبر وأبرز عملة رياضية حاليا هي عملاثة الشيريزي التي سعرها الآن تقريبا 21 سنت قيمة والسوق هي 1.2 مليار دولار الفوليوم اليومي 187 مليون دولار سيولة يومية محترمة ما يروج من العملة يشكلنا 68% تقريبا 6 مليار ماكس سبلاي محدد في 8.8 مليار العملة موجودة على أكبر المنصات من بينهم منصة البايننس وباقي المنصات المعروفة مثل الكون بس برو اكتشنج لو نرى الأول تايم هاي والأول تايم لو لكي نرى أقصى سعر وصلت إليه عملة الشيريزي الأول تايم هاي كانت قد وصلت سنة 2021 منذ سنة لسعر التسعين سنت وأقل مبلغ انخفضت به أو بدأت به هو سعر السفر سفران أربعة سنة 2019 منذ ثلاث سنوات حاليا في أسعار الواحد واثلين سنت مشروع رياضي قوي أول عملة تبدأ في هذا المجال من أقوى العملات حاليا في المجال الرياضي لو نرى الشركة الأم شركة السوسيوس هي نفس الشركة الخاصة بالعملة الرقمية الشيريزي شاركت مع أكبر اللاعبين وأشهرهم أبرزهم ليونيل ميسي أكثر من 120 شاركة مع مختلف الدوريات أبرزهم لليغة إسبانيا تشومبيونس ليك دولي أبطال أوروبا الدوري الإيطالي دائما أرى إشهارات الشركة في مختلف المسابقات مختلف الدوريات فهي الأخرى ضروري سنرى إشهارات العملة في حدث كأس العالم ممكن أن نرى بعض المسابقات التي ممكن أن تقدمها الشركة فعملة تشيريزي تستعمل بشكل كبير لو تتذكرون عندما كان صعود قوي لعملة تشيريزي ووصلت تقريبا كان سعر وأندك حوالي أربع سنت ووصلت لأكثر من نصف دولار في ضرف وجيز السبب هي العملات الرياضية التي كانت تظهر مثل السيتي بلسان جيرمان إبسي بارسالون كل هذه العملات تظهر على بايننز إذا أردت الحصول عليها يجب أن تشتري عملة تشيليزي وتدخل في لونش بول أو لونش باد تحصل على العملات الرياضية بشكل مجاني بمجرد شراء عملة تشيليزي وثركها وعمل ودخول في لونش باد فمن الممكن مثلا أن تكون يعني يكون توكن لبعض المتخبات مثلا نقول فرنسا توكن برازيل توكن أرجونتين توكن فإذا كانت هذه الخطوة مثلا وتم طرح مثلا على البايننز كطرح أولي للبيع هذه العملات فعملة تشيليزي سيعرف سعرها ارتفاع كبير مرة أخرى لأن سبب وراء ارتفاع العملة ووصولها للتسعين سينت هو العملات الكثيرة الرياضية التي كانت تطرح على منصة بايننز فقط بشراء عملة تشيليزي وشراء البايننز وشراء عملة التابتال بيرست فمن الممكن مع هذا الحدث أن نرى العملات الخاصة بالمنتخبات فبالنسبة لشيليزي أول عملة وأفضل عملة في المجال الرياضي والتي أعطيها العلامة الكاملة أعطيها في هذا المشروع تسعة العشرة مشروع قوي من أكبر مستشمري في هذا المشروع مؤسس منصة بايننز تيزي هو من أحد دائمي هذا المشروع المشروع نمى بشكل كبير وتطور بشكل كبير كل عملة لها مشروع اشتغال معين تشتغل فيه وهذا جيد المجال أصبح ضخم بشكل كبير هناك الكثير من المجالات في تكنولوجيا البلوكتشين فعملة تشيليز أعطيها العلامة الكاملة تسعة العشرة لدينا لدينا كذلك عملة سي ار او عملة تابعة لموقع الكريبتو دوت كوم سعر الحالي 11 سنت قيمتها السوقية 3 مليار دولار بخصوص تشيليز هي الأخرى لديها شاركة حتى مع المصارع الحرة فكذلك عملة سي ار او كذلك لديها شاركة مع اليو اف سي فقيمتها السوقية 3 مليار دولار السورة اليومية 11 مليون دولار فقط ما يروج من العملة هو 83% يعني 25 مليار الماكس سبلاي محدد في 30 مليار لو نرى الأول تايم هاي والأول تايم لو أقصى السعر كانت قد وصلت اليه العملة وأقل مبلغ كانت انخفضت اليه العملة الأول تايم هاي منذ تسع شهور كانت وصلت لستة وتسعين سنت والأول تايم لو أقل مبلغ بدأت به أو انخفضت اليه منذ أربع سنوات هو السعر الواحد سنت حاليا في أسعار 11 سنت هي الأخرى من العملات القوية والجيدة التابعة لكريبتو دوت كوم غنيا التعريف هي كذلك لها نصيبها من الحدث الكراوي وعملت شراكات أبرزهم مع الفيفا هناك بعض الأشياء التي ستم تنظيمها من طرف الكريبتو دوت كوم مثل تذاكر مباريات بعض الأشياء الخاصة بمتابعة كرة القدم الذين سيكونون في الحدث الرياضي هناك شراكة جيدة مع الفيفا سنرى كثير من الإعلانات الخاصة بالكريبتو دوت كوم هذا سيؤثر بالإيجاب على عملة السي ار او فبالنسبة للشراكات التي نراها حاليا كذلك لدينا عملة الآلغو كذلك من العملات التي الآن تجهت المجال الرياضي بشراكة مع الفيفا ستقدم ان اف تي ستقدم بعض الأشياء مثلا مثل الألعاب الخاصة بالرياضة لمتابعي كرة القدم لمتابعي الحدث الذي ينظم كل أربع سنوات فتقريبا هذه ثلاثة العملات هي التي رأيت فيهم شيء مميز بخصوص الحدث القادم وأبرز عملة تشتغل في المجال الرياضي بشكل كامل وبشكل واسع هي عملة تشيلزي التي أعطيتها العلامة الكاملة تسعة العشرة الـ سي ار او كذلك من العملات الجيدة أغطيها ما بين تمانية إلى حدود تمانية ونصف العشرة كذلك الألغو كذلك أعطيها تمانية ونصف العشرة تقريبا ثلاثة عملات كلهم جيدات يبقى التفوق قليشي أما لصالح شيلزي مشروع قوي مشروع جيد في المجال الرياضي فهذه ثلاثة العملات ممكن أن تظهر الإيجابية خلال الحادث القادم الذي لم يتبقى تقريبا حوالي شهرين وسننظم كأول مرة في دولة عربية وفي تاريخ مغاير عن تاريخ دائما كان يكون تقريبا في شهر 6 في فصل الصيف هذه المرة سيكون في شهر 11 فصل الشتاء نحاول ما أمكن أن نعطيكم مواكبة للعملات التي ممكن أن تستفيدوا منها خلال المراحل القادمة هناك من طرح لعملة الدوت موف أتدر عملة الدوت موف هل هي جيدة بخصوص الرياضة الدوت موف هذه العملة هي تشغل في المجال الرياضي ولكن الفريستايل يعني لكي أوضح لكم الصورة أردت أن أشرح لكم باللغة العربية يعني فريستايل من دائمي هذا المشروع هو اللاعب الأرجونتيني المعروف فيغو يدعم هذا المشروع هذه فكرة هذا المشروع يعني الفريستايل يعني منافسة بين الشخصين في الفريستايل طريق NFT والأشياء المعروفة فمشروع دوت موف أعطيه تقريبا كتقييم لأعطيه سبعة العشرة وليس بذلك المشروع الخرافي والقوي ولكن فكرة جيدة مدعوم من شخص معروف فأعطيه تقريبا ستة ورنس أقصى شيء أعطي سبعة العشرة لهذا المشروع دوت موف فهناك الكثير صراحة من العملات الرياضية التي بحثت فيها ولم أجد مثلا شيء مميز ممكن أن يجعلني أو ممكن أن تصعد خلال فترة الحادث الخاص بكأس العالم ممكن أن تصعد كل العملات الرياضية ولكن بالنسبة لتبقى العملات الأقرب هي عملة تيليزي عملة وعملة الألغو الألغو لم نتحدث على المعلومات الخاصة بها سعر الحالي 30 سنت قيمة السوقية 2.1 مليار دولار الفوليوم اليومي محترم 83 مليون دولار ما يروج من العملة يشكل لنا 70% تقريبا 6.9 مليار الماكس سبلاي محدد في 10 ملايير نرى الأل تايم هاي والأل تايم لو الأل تايم هاي أقصى سعر كانت قد وصلت إليه العملة منذ 3 سنوات أو السعر الذي بدأت به هو 3.28 والأل تايم لو أقل سعر كانت نخفضت إليه منذ سنتين تقريبا هو سعر 10 سنت حاليا في أسعار 30 سنت مشروع الألغو من العملات التي تشغل البلوكتين موجودة لأكبر المنصات من بينهم الكون بيس برو والبايننس عملة لها بلوكتين العملات تقريبا كل العملة يكون لديها بلوكتين خاصة بها لا تكون منتج بل تقدم لك الكثير من الخدمات حتى زلك في بعض الأحيان كانت تدخلت في المجال الرياضي لو تذكرون عملت شراكات عديدة من الممكن هي الأخرى أن تظهر الإيجابية خلال مرحلة كأس العالم عملت شراكات عديدة مع لعبين معروفين في كرة القدم هي كذلك اتجهت أما إلى المجال الرياضي عملة زيليكا عملة زيليكا لديها بلوكتين خاصة بها أول العملات التي أتت لنا بتقنية شاردين فهناك الكثير صراحة من العملات سنحاول ممكن أن تظهر مثلا عملات جديدة خلال هذه المرحلة سنحاول أن نوافيكم بكل جديد قبل أن ننهي حلقتنا لليوم سنتحدث على البيتكوين والحركة التي يعملها ثم نتحدث على نسبة هيمنة التي الآن تقريبا في 39% نسبة هيمنة كلما انخفضت هذه النسبة كلما رأينا إيجابية في العملات الرقمية البديلة والأكس صحيح كلما ارتفعت هذه النسبة كلما رأينا العملات البديلة في انخفاض ونزول أكتر فهذه النسبة كانت حافظت لنا على دعم الـ 40% كلما وصلت الـ 40% كلما أظهرت الإيجابية وكانت تصل تقريبا إلى حدود 47-48 هذه المناطق تقريبا لو نبينها لكم تصل تقريبا لهذه المنطقة ثم تظهر السلبية وأقل شيء كانت قد وصلت إليه هذه النسبة هي 35% أقل شيء كانت قد وصلت إليه هذه النسبة سنة 2018 هو 35% وحاليا نحن في 39% يعني حتى السوق لا يظهر الآن وجهه الحقيقي بالنسبة لي حاولوا ألا تتشغلوا بكل رأس مالكم واشتغلوا مدى قصير أفضل لكم فبالنسبة للعملات الرقمية البديلة لازلت لها قيمات سوقية كبيرة ومرتفعة فنحن لا نستهدف هذه المناطق للشراء نحن نطمع في أسعار أقل بكثير عفوا وبالنسبة لمن يريد شراء خلال هذه المرحلة من الأفضل الانتدار وإذا مثلا أردت الشراء الاشتغال على مدى القصير مثلا هناك من سيسأل لي متى ممكن أن نشتري هذه العملات عملة مثلا تشيليزي عملة السي ار او عملة الآلغو عملة زيليك سنحاول أن نوافيكم بكل جديد ونحدد هذه العملات ونرى الأماكن الآن قدمنا لكم المشارع ونرى الأماكن التي ممكن أن نشاري فيها هذه العملات وممكن أن تقوم بعمل حركة مغايرة هذا هو السؤال هل ممكن أن ترتفي عكس السوق مثلا إذا أخذت العملات الرقمية البديلة ما صارت تنازل كل هذا إن شاء الله في قادمة الحلقات أعتدر لكم على الغياب تقريبا خمس أيام لن أرفع فيديو سأحاول أن أكون نشيط ما أكم أكثر من قبل إذا حاولت أن أرفع كل يوما فيديو فهذا سيكون جيد جيد جدا إن شاء الله هناك الكثير من الإشياء القادمة إن شاء الله لا تبخلوا علينا بلايكاتكم تعاليقكم شارك هذا الفيديو مع صديقك المستشمر الذي يريد أن يرى بعض العملات التي ممكن أن يستفيد منها خلال المرحلة القادمة تنتم في رأيك الله والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته